اللي زكرناها كعيوب يعني كل عيوبنا هزي القيادة الملهمة تجاوزتها واخد البالك ازاي هقولك ازاي هزي طلعوا فيه كل العيوب هم هزي طلعوا فيه هم اللي مش عايزين يأكلوا الناس ولا يكسوهم ولا يخلوهم ولا يعلموهم ولا اي حاجة عبد الناصر جانا لا نعلم من اين عشان يقود هذا الشعب طب هقولك حاجة يعني المقياس هم هو قف قدام فلاح وحاول فيه اجتمي عبد الناصر شفيه مات له قد ايه بقى حاول كده تجتمي عبد الناصر قدام فلاح او تكلمي فلاح عن معيش يشوفه حيجتمي اللي مش عبد الناصر ازاي جمال عبد الناصر من يمدحوا يطلع خاسر ويشبرولو ايام يعيش جمال عبد الناصر يعيش بصوته واحلامه في قلوب شعوب عبد الناصر مش ناصري ولا كنت في يوم بالذات في زمنه وفي حينه لكن العفن وفساد القوم نساني حتى زنزينه في سجون جمال عبد الناصر ازاي نسينا الحاضر ضعم الاصالة اللي في صوته يعيش جمال عبد الناصر يعيش جمال حتى في موته ماهو مات فعاش عبد الناصر اسمه جمال وجميل فعلا يا ما شفنا شجعان خوافة عظيم وكان انسان طبعا المجد مش شغل صحافة علشان ده عاش عبد الناصر اعداءه كرهوه ودي نعمة من كرهو اعداءه صادق اعداءه كرهوه ودي نعمة من كرهو اعداءه صادق في قلبه كان حاضن امة ضمير وهمة ومبادئ سكنين في صوت عبد الناصر ملامحنا رجعت بعد غياب دلوقت بس اللي فهمناه لكان حرامي ولا كداب ولا نهابها مع اللي معاه انا بحكي عن عبد الناصر عشنا الحياة وياه كالحلم فلا فساد ولا رهن بلاد يومها انتشينا ثقافة وعلم وفي زمنه ما عشناش احد كنا جموع في زمن ناصر كان الامل في خضرته بكر ما فيش لصوص للقوت والمال ومصر ابطال ورجال فكر ومثقفين ستات ورجال جيوش جمال عبد الناصر كان الهلال في قلبه صليب ولا شفنا حزازات في بلدنا ولا شفنا ديب بيطار الديب ولا جرس خاص مدنة وحدنا صوت عبد الناصر دفعنا تمن الحرية بدم مش بدنار ودولار يوم وقفته في المنشية خلى الرصاص يهرب من عار اعداء جمال عبد الناصر رغم الحصار كنا احرار وفي الهزيمة الشعب مجعش كان اسمها بلد السوار وقرار زعيمها ما بيرجعش قرار جمال عبد الناصر خلى بلاده عز بلاد ليها احترام في الكون مخصوص لا شفنا وسترجاله فساد ولا خطط سمسرة والصوص كانت جميع عبد الناصر له له ما كنتوا تعلمتوا ولا بقيتوا الدراكولا يلي انتوا زعمة وانجازكوا دخلتوا مصر الكوكاكولا وبتشتموا في عبد الناصر عمره مجع في زمانه فقير او ملتقاش دول العلة دلوقتي لعبت اخ تفطير والامة في خدمة شلة تكره جمال عبد الناصر يتريقوا على طوابيره علشان فراخ الجمعية شوفوا غيره دلوقتي وخيره حتى الرغيف بقى امنية يرحم جمال عبد الناصر فيه ناس بتنهب وتسوف لا يهمها من عاش او مات ورضى العدو عنا يخوف معناه اكيد اننا افوات من يوم ما مات عبد الناصر الارض رجعت للإقطاع وقالوا رجعت لصحابها وصحبك الفلاح اهو جاع ضعت العقود واللي كتبها وخط ايد عبد الناصر انا اذكرك من غير ذكره والناس بتفتكرك بخشوع الامس واليوم ده وبكرة يبكوك بعظمة مش بدموع يكفى نقول عبد الناصر دلوقتي رجعوا الفقرة خلاص سكنوا جحورهم من تاني رحل معاك زمن الإخلاص وجه زمن غير إنساني ماهوش زمن عبد الناصر صحينا على زمن الغاز يحكمنا فيه أهل الأعمال وللعدو صدرنا الغاز بفرحة وبكل استهبال نكاية في عبد الناصر بنمدها بغاز الأجيال تحويشة الزمن القادم اتوحشوا في جمع الأموال ورجعنا سادة وخوادم ضد اتجاه عبد الناصر يا جمال نجيب زيك من فين يا نار يا صورة يا ندهة ناي البستج اللي اسمه اللي اسمه حسين أبوك منين جابك وازاي عمل جمال عبد الناصر لو حكتبك ما تساع أقلام ولا كلام غالي وأوراق الأمر وما فيه أنا مش تاء فقلت مس عليك وأنام نومة جمال عبد الناصر موسيقى 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 موسيقى